قيادة السياسية على الاهتمام بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وذوي الهمم والشباب والتي كانت تواجه نوعا من التهميش في السابق الدولة حرست على إيجاد لغة حوار مع هذه الفئات وكذلك اشركهم في المجتمع بشكل كبير أصل القلوب سعد بتشوف بتشوف أمان بتمسى الخوف بتشوف كلام ولو متلش ده الإخلاص في الإحساس عمره متافق له بالناس ده ما بيكتبش حرصت القيادة السياسية على مد جسور التواصل مع جميع فئات المجتمع كخطوة نابعة من إيمان عميق بالتعددية والاختلاف الذي يميز المجتمع كما أولت رعاية فائقة بفئات كانت قبلا تواجه نوعا من التهميش مثل الطفل والمسنين والشباب وذو الهمم وحرصت على إيجاد لغة حوار منفتح ومستمر يجمعها بكل تلك الفئات وعلى رأسها الشباب الذي يمثل ثروة قومية كبيرة تحسدنا عليها دول متقدمة تواجه مجتمعاتها العجزة والشيخوخة وقلة عدد الشباب ففي مصر يمثل عدد الشباب نحو 60% من التعداد السكاني فجاءت الخطوة الكبيرة بإفساح الطريق لهم للمشاركة في بناء الوطن وداخل دوائر صنع القرار عبر إسناد مناصب قيادية لهم من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب إلى جانب إقامة مؤتمرات الشباب المحلية والدولية التي يحضرها الرئيس السيسي إيمانا منه بأهمية عنصر الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وهي المؤتمرات التي تمنحهم الفرصة لإبداء الرأي وصنع التغيير ومنذ بدء قيادته للدولة آمن الرئيس السيسي بحقوق ذو الهمم والتفت بكل قلبه وطاقته لمطالبهم ووجه بسن القوانين التي تحمي حقوقهم وتشجعهم وترعى مواهبهم بعد سنوات من المعاناة أنت شرف وبركة ونصر وكرامة شرف وبركة ونصر وكرامة فكان عام ذو الهمم الذي أطلاقه الرئيس السيسي في 2018 عاما خاصا بهم وعليه فقد أتيحت لهم مميزات صحية من خلال التأمين الصحي الشامل وإعفائهم من الضرائب بنسبة 50% وإعفاء أجهزتهم تعوضية من الضرائب وخفض ساعات العمل كما تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم كما تم فتح صندوق أعطاء لدعم ذو الهمم برأس مال يبلغ نحو مليار جنيه في عام 2019 للاكتتاب لشراء الأجهزة التعوضية ومستلزمات ذو الهمم إلى جانب إنشاء الفرق الفنية الخاصة بهم تحت رعاية وزارة الثقافة كما تم إنشاء المجلس القومي لحقوق ذو الهمم في 2019 وافتتاح أكبر مركز تأهلي لذو الهمم بمدينة العاشر من رمضان واهتمت القيادة السياسية بالمسنين الذين قدموا شبابهم وجهدهم لخدمة وطنهم فزادت مكاسبهم في تلك الفترة بشكل غير مسبوك فمن خلال برنامج تكافل وكرامة تم صرف معاشات لمن هم فوق 65 عاما دون أي شرط أو قيد كما تم إعفاء من هم فوق 70 عاما من دفع تذاكرة في أي وسائل مواصلات أو أي مصرفات في المستشفيات العامة إلى جانب الاهتمام بالمنظومة التأمينية سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي كما لم تنس الدولة أسر الشهداء والمصابين من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وكانوا حائط الصد الأول للذود عن مصر والمصريين فاحتضنتهم القيادة السياسية في جميع المناسبات وخاصة أطفالهم الذين فقدوا الأب في سن صغيرة فعوضتهم الدولة باحتضان مكثف وشملتهم برعاية أبوية فكانوا حضورا في أهم المناسبات وجرت العادة على تكريمهم سنويا ولا سيما المتفوقين منهم وتكليف الضباط باستحاب أبناء زملائهم من الشهداء إلى المدرسة في أول يوم دراسي كنوع من التعويض المعنوي والاحتفال بهم في الأعياد وتقديم الهدايا لإدخال البهجة على قلوبهم وهكذا تمتد المنظومة لتشمل الوطن كله عين المحبة والرعاية والتراحم التي أولاها لهم الرئيس السيسي في تواصل حميم غير مسبوق في تاريخ الدولة